اشتركوا في القناة هالنهاردة هتبقى مزرعة آآ يمكن كان آآ يمكن في حلقة قبل كده كان اعرض معنا المزرعة بتاعته آآ عمل اهو آآ كمل يمكن كان بيتهالي كانت في السبعينات يمكن او في اولي التمانيات دلوقتي هو وصل لتمانين وتمانين آآ نستعرك كده بقيت المزرعة اللي عنده طبعا العربان مكسورة يعني المكانها بيختلف من الناس الناس يعني احنا انا عندي الاكاونتين اللي انا بلعب بهم اكاونت كبير واكاونت صغير مكانها مختلف يعني مش عارف يعني يمكن حاسس انها عند آآ بعيدة خالص برا آآ ما علينا يلا اه نشوف كده بقيت الحاجات يمكن هو مقسم مربع كبير ببرا ومن جوه بقى المربعات نفسها متقسمة معاه هو من دقيقة خندق مستوى المخطط خمسة هايل جدا. آآ طبعا من اقوى المنادي يمكن الموجودة. آآ ودي هنا السنديق والمخازن موجودين في آآ منطقة واحدة. بحيث ان الخش ياخدهم ياخدهم كل مرة واحدة. لا لا ان شاء الله محدش هياخدهم ولا حاجة. آآ آآ طبعا دي هنا المستوى المستوى اربعة بتاعة الغذاء. ودي هنا الحلاء او الحلي. آآ في عنده كزا آآ بتعمل ليه سلاسل كتير كده او تمام كتير مش عارف. آآ يعني طور منهم او عدل عليهم. ودي هنا المعدن عنده معالين كتير. آآ لسه برضو محتاج انه يعليهم للمستوى يمكن اغلبهم مستوى تلاتة. لسه في مستوىات احنا طبعا بيوصل لحد مستوى خمسة. لسه في مستوى اربعة ومستوى خمسة. آآ الوقود. وده هنا الاسلحة. آآ في اسلحة عايزة تتصدح كتير. وآآ ولكن برضو مجموعة كبيرة من الاسلحة. الدروع. الدروع يمكن اغلبها حاجات شتوي. آآ الصندوق الكبير فيه صندوق اهو فيه آآ برضو فيه حاجات تانية برضو عايزها تتصلح. مش مشغل هو ورشة التصليح. فلازم يعني يبقى على طول كده عنده التصليح. عنده هنا الحاجات يمكن لسه كمان آآ دي ورشة الدروع. دي طاولة النجارة هاي مستوى الخمسة بتاعها. تمام? ودي عنده دردار كتير. آآ نشوف كده التصليح هو واضح كده ان هو بيصلح ولكن واحدة واحدة ما بيصلحش على طول ما يصلحش كل الحاجات اللي بايزة. آآ بس ناسيخة لأ صلح اللي عندك يعني ما تركنش لانك هتيجي في وقت ممكن ما يبقاش معك ما قارد تصلح. فعلى طول لم يوارد وصلح الحاجات اللي عندك. بحيث ان هي يفضل معاك المخزون بتاعك كويس من الاسلحة ومن الدروع. آآ ده هنا برضو الواضح كده انه عنده نقص شوية في العلاجات. طبعا اي حد محتاج علاجات بيبتدي يروح الى البحيرات. يعني اي كل بحيرة بيقى فيها مجموعة كبيرة جدا من العلاج. ودي كده يعتبر النظرة عامة كده للبيت اهو. من بره. برضو التأسيمة كويسة. عامل برضو في مجال. ولكن برضو محتاج يخط حواجز شوية بعد آآ قدام الصور التاني ده. يعني الحتة الفاضية الحتة اللي مفهاش ارض دي. يبتدي يحط فيها آآ اصوار. ودي كانت الخريطة او المزرعة بتاعت دي اول مزرعة معنا. ونخش بعد كده على دفاع سريع كده من ريناد ريناد برضو آآ يعني بعد فيديو صغير خاصة آآ لدفاع آآ طبعا ريناد من الناس الاساسية معنا يمكن بتقالي ريناد الوحيد يمكن اكتر واحد حاجز مكانه في التحالف لما نعمله لان هو الرجل على طول متواجد وعلى طول عناه في القناة على طول آآ تعليقات على طول آآ بيبعث لحاجات على على الفيس. في يعني آآ حتى الدفاعات يمكن مفيش فيديو يمكن من المتابعين قليل لما كان مش موجود معنا. فان شاء الله آآ معنا اهو المنامل للتحالف وبعد كده نشوف بقى ايه الحساب الكبير بقالنا كتير يمكن ما شوفناهوش وما عملناش آآ منه فيديوهات آآ خلينا كده نشوف طبعا الكلام ده كله وكان يعني آآ الفيديو ده متصور الحاجات اللي فيه تصورت قبل التحديث على طول آآ عايزين بقى فيديوهات جديدة بعد التحديث آآ الناس كده تبعت لنا كتير بعد التحديث نشوف كده الهجمات ايه اللي حصل الهجوم بتغير هل طوروه فيها ولا لأ لان هما في حاجات ما بيقولوهاش آآ ممكن يبقوا عدلوا القوة بتاعت الناس عدلوا الحاجات يمكننا انه لقفيت لفة كبيرة قوي عشان اوصل للناس آآ كنتم توقع ان هما من الناحية التانية ولكن آآ يعني دمروا حبة حاجات كتير آآ وتد حديدي تلاتة كياس رمل خمسة سياج شائك خمسة باب آآ من الصخر واحد وآآ بعد كده باب بازلت اربعة وآآ حق بازلت آآ اربعة برضو آآ انا صار دي كده طبعا القاعدة دي يمكن الحساب الكبير دي القاعدة نفسها هنا يمكن آآ عايز اعدلها الصراحة زهقت منها عارفت انها ما تزقوا من حاجة وتحسوا ان انتم عايزين تعدلوها فانا صراح عايز اعدلها آآ ناخد كده الحاجة اللي مع الناس ولكن يعني مش عارف اعدلها ايه هي طبعا تعديل الحاجة آآ هنا مش سهل قوي لانك تضطر تنقل الحاجات برة وتنقل حاجات آآ في حيطة معينة بعد كده تبتدي تهد حيطة مسلا وتهد او تهد جزء كبير تبتدي تعملو من اول وجديد طبعا المعارض كده كده محفوظة لان المعارض كده كده طول ما انت معاك مكان او طول ما فيه كان آآ تقدر تاخد فيه المعارض اللي انت بتكسرها سواء حوائط سواء اي حاجة آآ كده كده هي موجودة معنا آآ فيعني آآ دي كده نظر عامة للبيت برضو اللي ما شافوش قولونا كده ايه رأيكم نحسنه ازاي نعدله ازاي هو يمكن متأمن كويس زي ما تشايفين كده هو الناس حتى ما وصلوش لحت تاني حوائط فهو متأمن كويس كتأمينيا هو كويس ولكن انا زيقتي من زيقتي من شكله زيقتي من آآ الباب دا يمكن الباب الرئيسة نعمل ده الباب اللي بخرج وبدخل منه بس ان بقيت الببان آآ متأفلة زي ما تشافين كده وعربية حتى متحوطة الحيطة اللي في النص هي دي اللي فيها المخازن وفيها كل السناديق والخزنة اللي عندي وكل حاجة آآ بقيت الحاجات يمكن ما عنديش مفروشات كتير مش حاضط مفروشات فعايز كده برضو آآ احنا شوفنا كم حد آآ عامل اشكال حلوة كتير فعايزين كده برضو نحط حتة كده آآ برضو من نخش بقى على الحساب الصغير بما ان احنا جيبنا الحساب الكبير فنجيب الحساب الصغير برضو هجوم عليه آآ يمكن آآ ده الى حد ما آآ لسه بنطور في يعني الحساب لسه آآ يمكن انا بلعب على الحساب ده اكتر من الحساب الكبير رغم ان احنا آآ بعد التحالف بقى لسه هنشوف القصة هتمشي ازاي وهنعمل التحالف لليبنا هيبقى بالكبير وهنلعب ممكن اكتر بالكبير آآ ولكن زي ما نشايفين كده لسه آآ بنعمل يعني الحوقات والحاجات اللي انا باشي جنبها دي لسه مستوى اتنين آآ فلسه يعني بنطور طبعا انا بحاول دايما آآ اطور من برة بحيس ان هو التطوير آآ هم يكسروا مش مهم ولكن كده كده لتطوير آآ بيبقى من برة لجوه في ناس طبعا بتحب تطور من جوه لبرة يعني تطور اخر صور موجود قبل حاجاته المهمة هو ده اللي يخليه اقوى حاجة آآ ولكن انا من وجهة نظري لأ انا عايزة اطور لبرة بحيس ان هو يبقى دخوله اصلا البيت صعب ودي هم بتالي ده اخر واحد اتناه ضمره تلاتاشر باب وتمان آآ جدار من القاش كده هم آآ يمكن قسروا كتير لان انا طبعا برضو لفت لفها كبيرة على المكان اللي هم المفروض بيهجموا منه ولكن هم يعني طالعوا هاجمين من ناحية تانية خالص آآ نبتدي برضو ناخد الحاجات اللي معاهم آآ ونبتدي برضو نبص بص على بيت يمكن برضو نفس القصة البيت متأمن كويس وهده الهدف عمتان لها دلوقتي احنا لسه ما ما قالوش ان هيبقى فيه هجوم من لعبة حقيين او لأ كل الحد اللي بيجينا اللي هم الغضب بتاع آآ قطاع الطرق آآ ده الحاجة الوحيدة يمكن اللي بيهجموا علينا وهو دول اللي احنا مهتمين ان احنا نأمن آآ ضدهم آآ آآ زي ما تشاهدين كده دي الموارد اللي احنا اخدناها منهم وي آآ طبعا من دقيقة الزكرة دي هي اللي انا باستخدمها يمكن بطيئة جدا الصراحة آآ فبتاق لي مش هبطل استخدمها هبقى استخدم حاجات تانية احسن آآ نبص كده برضو بص على البيت يمكن يكسروا الحتة دي خالص ولكن برضو ما دخلوش دجوه وهو ده الهدف لان انا بشوف ناس بتبقى عاملة صور واحد او حائط واحد ووران مخازن وورا الحاجة فهو لا هو انت كده انت اللي هيكسر الحائط ده هيخش جوه يوصل للمخازن انا بعد كل اللي كسروا ده هما يسا ما وصوش حاجة زي ما انتو شايفين كده كل اللي كسروا ده كسروا في اللي برا فمش مهم يكسروا اللي برا مدام ما دخلش جوه خلاص حتى لما آآ بعد كده لو فتحوا الهجوم من لعبة حقيقية نبقى احنا عارفين نبقى مأمنين نفسنا آآ فيعني هدي الهدف الرئيسي ان انا اخلي الوصول لي الموارد اللي جوه اللي عندي الحاجات القوية الحاجات الاسلحة الحاجات الكويسة آآ هي دي يبقى الوصول لها صعب طبعا عايز احط آآ عوقت وحاجات تانية لسه ممكن قدام شوية نبقى نزود العوقت ودي كده نظرة عامة للحساب التاني عشان نبقى برضو شفنا الحسابين آآ مستنين منكو فيديوهات للهجوم وليه الخارج بتاعتكو بعد التحديس كده نشوف الناس وصلت لايه وعملت ايه وقولولنا اراءكو ايه في التحديس عشان فيه يمكن الناس كتير آآ ما قالوش رأيهم وكده ده كان الفيديو بتاعنا فيديو صغير كده من آآ القواعد بتاعت المتابعين ويا ريت اي حد مش عامل ومش عامل متابعة يدوس على متابعة ويشغل زرار بتاع الجرس عشان يجيله تنبيه مع الفيديوهات بتاعتنا واستنونا ان شاء الله فيديوهات تانية من قناتكم اجبشن Gamer's World